حسن الله إليك يا شيخ ما حكم من تردد نيته في صوم القضاء بين الإفطار أو إكمال الصوم لكنه صائب أمسك بعد الفجر بعد الفجر ولا قبل لا بعد الفجر يعني ما نوى إلا بعد الفجر لا خلال ما صح صوم مدى ما نوى إلا بعد الفجر ما صح صوم هل يقرب نفل هل على قول من يقول إنه لا يصح النفل قبل أداء القضاء ما يصح يقرب وعلى القول الثاني يصح لكنه لا يعتبر من أن يمسك لأن يمسك لا تكون إلا بعد قضاء رمضان أما من صام ونوصيان قبل الفجر والسمر وفي أثناء النهار تردد هل يتمم أو يقطع هذا في القضاء قضاء أو غير قضاء في رمضان لا يمكن أن يتردد إنساء لأنه لا بد أن يبقى لكن في القضاء فهذا لا يبطل صومه على القول الصحيح وذلك لأن نيتها الأولى جازمة وتردد تردد لا يقضي على المجزون به هفعنت ومن الأولى من قال إذا تردد في أثناء اليوم هل يتمم أو لا بطل صوته والصحيح أنه لا يبطل بخلاف الذي لم ننمو إلا بعد طرع الفجر هذا لا يمكن أن نكون أن يصح أرام يبدو